وإحنا جمال لازم نفكر في جودة البناء دمين أكتر منفكر في العدد العدد لما بيبقى عدد زي ما حضرت النبي قال كغساء السيل بيتحول إلى عبء ويتحول إلى استهلاك لكل مش احتياطي البلد من الموارد بل احتياطي البلد من الإنسانية هابيل الله عليكم اتكلموا لو سمحتوا أهلوا الأئمة عشان اتكلموا في دافر خطب لو سمحتوا زودوا الندوات عشان الناس تفهم الكلام ده لو سمحتوا الأسر لما تتجمع مع بعض يوم الجمعة يتكلموا مع بعض في الموضوع ده خلوا الكلام ده كلام بيسري في المجتمع كله وما تخافوش على وجودكم وجودكم هيبقى بجودتكم هتحافظوا على وجودكم بجودتكم مش هتحافظوا على وجودكم بعدتكم يارب الناس كلها تفهم الكلام ده لأن المسألة بقت بصراحة زي ما بيقول كده المصريين مسألة بقت بيخة وبقت تيلة تعالوا نتعاون مع بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى قالوا نتعاون وعلى البر واتقوا تعالوا نتق الله سبحانه وتعالى في نفسنا وفي أولادنا ونمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بذكركم أن صفحتنا ما زالت جسر موصول بنا صفحتنا صفحة بن نامج والا تعسره اللي مليانة بأسباب الخير وبركة بوجودكم معنا على الصفحة دي اللي دايما بتفيدونا ودايما بتخليكم معنا وتزودوا خيرنا وبركاتنا ونفضل في مجالس العلم مع بعض وتعالوا نستقبل أول سؤال معنا الحجة فاتن الحجة فاتن إزاي حضرتك اتفضلي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتنا ليه بس استفسار في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله مريعن أعانى ابنه على بره صحيح إحنا عايزين نعرف إزاي نعين ولادنا على برنا وهم دوقتي مسقلين بأعباءهم الخاصة وأعباء وولادهم ما بيقدرواش يزورونا في أوقات معينة كل ده فإحنا إزاي نعينهم على برنا هقول لحضرتك شوية حاجات الحديث دوت حديث مجموعة طرق وحسن تعالي بقى نقول بقى إيه الحكاية دي الحكاية عانت الأولاد على برنا بأكبر أكتر 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 أكبر أربع موارد أربع موارد أكتر أربع حاجات ممكن تعملوهم أول حاجة تعينوا أولادكم على بركم بحسن التربيه وقول رب ارحمهما كما ربياني صغير يبقى حسن التربيه أول حاجة عشان تعين أولادك على برك أحسن تربيته تاني حاجة عشان تعين أولادك على برك إيه اللي حاصل إنك تداوم معاهم العيش الحسن والعشرة الحسن خلاص هم كبروا تعشرهم بقى العشرة الحسنة وتكون معاهم يعني إيه تعشرهم عشرة حسنة ما تتحولش إلى عبق عليهم الحاجة الثالثة ترك الظلم فيما بينهم ما تظلمش حد فيهم ما تظلمش حد فيهم يعني إيه ما تقزوش يبقى إيه ما تقزوش بس الأولاد ما يبصوش لفلوسك لكن إنت ما تظلمش حد فيهم ما تظلمش حد فيهم يعني إيه ما يكونش واحد متجاوز اتنين فيروح ظالم أولاد دي من أجل أولاد دي لا ده نوع من أنواع الظلم آخر حاجة أنا بقول أكبر أربع موارد تحصل لك بر ابنك يبقى أول حاجة قلنا التربية تاني حاجة العشرة تالت حاجة العدل بينهم وعدم الظلم رابع حاجة مداومة النصيحة وكمان مداومة الرحمة ان انت تكون ناصح ورحيم بيهم طول الوقت لاربع حاجات دول ايه اللي حاصل هم دول اللي يوصلوه اولادك لبرك مش انك انت تديهم فلوسة على طول مش هو ده اللي يوصلهم للبر ولا انك انت تجيب لهم حاجات وتشيل من عليهم اعباء الحام شو ده اللي بيوصل للبر ممكن على فكرة تجيب لهم والاولاد يطلعوا طمعين يبقى الاربع حاجات دولا هم اهم حاجات عشان نوصل للبر يا حاجة فات السيد محمد من الاقصر يتفضل يبدو ان السيد محمد محتاج ان هو يتصل بنا تاني يا فانت يبقى احنا دلوقتي تكلمنا عن بر الاولاد بر الاولاد دولا لازم نفصل فيه ونقول شوية معلومات عن بر الاولاد الناس كتيرة بتفضل تهلك نفسها وتفضل تجيب فلوس وتتفضل تضح وحط نفسها في ساقية وتتصور ان الساقية دي ان الاولاد بصين على ان هم بالساقية دي وان الاولاد هيكون ده كافي ان هم يبروهم بس بكتبنا حين ما بيكونش ده كافي لان الاولاد بيبروهم بمقدار ما زرعوا فيهم وبانوا فيهم والانسان وهو ده اللي بيخلي الاولاد يحسوا بان هم محتاجين يبروا الاباء والامهات السيدة ممبراهيم تتفضل من الجيزة تفضلي وان لي حجم ممبراهيم سلام عليكم تكريميني بس ان عليكم وسلام كاتو تكريميني بانك انت تواطي التلفزيون تسمعيني من التليف انت لو تكرمتي سانية واحدة سانية واحدة معاك ما معاك يا فاندي تمام كده يلا تفضلي حجم ممبراهيم سلام عليكم ازاك استلام تفضلي يا استاذ اتفضلي السيادتك أنا الوقت عندي مشكلة العيالي يعني تفضلي بنتي الكبيرة مصممة على الطلاق ومعها بنتين معها ولد وبنت وجزءها مش راضي يطلقها يعني دي أنا طلقتها أول مرة منه وردناها طلقتها أول مرة؟ أول مرة طلقت أنت اللي طلقتها ولا هي اللي طلقت لقيتها يالها ببهدله ورجعت هو أنت اللي طلقتها ولا هم يعني هم يعني السيادتك آه لا لا ما هم يعني معظم على اسم هي ورجعت يعني إشكال بسبب إيه جوزها وهو عليه ملموس عليه حاجة يعني عليه حاجة وكان تعيبها قوي طيب وليلي طيب السؤالي كيفين؟ ماشي سؤالي اللي أنا الوقت هي مصممة اللي تطلقتيني وعندي وهو مش راضي أصلا مش راضي يطلقها طيب أقولك تعملي أي حاجة حاجة مبرايم بوس حاجة مبرايم أول حاجة بس الراجل اللي ملموس ولا ملبوس الراجل ده بس عايز إيه عايز يعيد تغيير فهمه اللي معنا الأسرة هو كل الحكاية بس أنه هو لازم يفهم أن الأسرة محتاجة رجل يستطيع أنه يحتوي ويستطيع أنه يكسب ويستطيع أنه يحمي أهل البيت إحنا عندنا مشكلة دلوقتي مشكلة لأنه إحنا ما بنقدرش نهأحل الناس أنه هم يعيشوا كأباء وكأمهات وكأزواج في البيوت فاللي حاصل أن بنتك معلش المرة الأولينية مما طلقتها هي استقفتكرت أن الطلاق هو الحل مش أن هي تتغير من الحل أن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه بنتك محتاجة تغير من نفسها وزوجها كمان محتاجة يتغير من نفسه أنت لو بتقولي إيه الحل الحل لا في إيدك ولا في إيديهم هم لازم يروحوا الخبير فخليهم يجون على مركز الإشارة الزواج بدور الإفتالة المصرية نشوفها نعمل معهم إيه لأن في الحقيقة وهم واضح أن الحلول ما بينهم ما بقاش فيها حاجة لكن أنت لو لسه عايزة تشوف حل بينهم هو إيه أول حاجة أنهم لازم يعودوا مع بعض ويتكلموا دا لو مش موجود لازم نجيب ناس حكماء يعودوا معهم دا لو مش موجود يبقى لازم ما بقاش فيه حل غير أنهم ما لازم يبقى فيه خبير يتدخل لأن فيه حاجات ما بيبقاش الناس عارفينها من الإجراءات المهنية والإجراءات الفنية عشان نقدروا يخرجوا من ده